ما تم الحوار حوله في اليومين الماضيين هنا في تونس من قبل لجنة الحوار هو معالجة أهم هذه القضايا أو العرقيل أو المختنقات وتم طرح أفكار شجاعة ومهمة وواقعية ويمكن أن تخرجنا من الأزمة ويمكن أن تدلل هذه الصعوبات ويمكن للالتفاق السياسي أن ينطلق الآن بتعديلات مهمة وجوهرية ولكنها ليست تعديلات في الاتفاق كل وإنما في قضايا محددة التي ظهر أن فيها إشكالية